السلام عليكم اعزائي سلامين سنة ثانية متوسط اهلا وسهلا بكم معي في هذا الفيديو اللي راح نشوف فيها مع بعض مراجعة لدروس الثلاثي الثاني يعني نقدر نقوله دروس الخاصة بالدوزيام اللي شفنا فيه الفابلة دوزيام اللي هذا يهلا هو مقسم إلىوإحدتي اللي برمية سواق 원 Ô اللي برمية سواق觀眾 اللي برمية سواق اللي برمية سواق اللي بتعرف ما فيها الفابل يعني تعرف الفابل الفابل هي قصة خورافية أو قصة خيالية مكتوبة في الشعر أو في النطر وتعطينا موعدة ودروس في الحيات voilà les فابل sont écrites en prose ou en vers elles contiennent une morale et elles nous donnent une leçon de vie voilà هذه هي la présentation تعالى الفابل les فابلistes les plus connus sont إزوب إبن المقفى و جون de laفنت يعني هادو les فابلistes هما اللي كتبو les فابل يعني إزوب إبن المقفى و جون de laفنت voilà هذا فقط باختصار تعرف الفابل وكذلك نقطة مهمة الفابل شخصية تحا ممكن أنها تكون حيوانات متحدثة أو نباتات متحدثة ويمكن كذلك أن يكون أشخاص مع حيوانات أو مع نباتات voilà هذا يعني تقديم laفابل voilà حين شوفوا أول درس شوفنا les verbes introducteurs de paroles et les signes de ponctuation يعني الأفعال التي نقدم بها الحديث هذه نستعملها بالحيوانات وكذلك علامات الوقف الخاص بالحيوان voilà سبعوا معي مليح يعني الدرس هي سهلة فقط القليل من التركيز premièrement les verbes introducteurs de paroles par exemple عندنا interrogé demander هادو نستعملوهم باش نطرحو سؤال interrogé et demander عندنا répondre déclarer dire ordonner exiger هادو نستعملوهم للإجابة أو لإعطاء الأوامر أو للتصريح بشيء إلما عندنا كذلك exclamé et cétané هادو نستعملوهم للدهشة أو للتعبير عن عن إحساس إلما هادو هما يعني أغلبية الأفعال اللي شفتوهم في هاد la sequence عندنا interrogé demander répondre déclarer dire ordonner exiger exclamé et cétané هادو هما الأفعال اللي نقدمو بيهم قول الشخصيات كذلك شوفنا لسين de ponctuation اللي نسميوهم علامات الوقف اللي نستعملو في الحيوار عندنا les deux points عندنا les guillemets وعندنا les deux points هادو superposés يعني الفق بعدهم وعندنا هادو نسميوهم les tire voilà عندنا un exemple يعني نعطيكم un exemple باش تشوفوا علامة الوقف وين نحطوهم جو جو لات خاپ اي لaval دي لرنغ احنا نشوفوا القول ها يتيري اولا نحطوها في بداية السطر القول هادا يعني سا امسيكوه والساهمو راهيم حطوطا entre les deux guillemets كمعلكم تشوفوا احنا استعملنا le verbe introducteur de parole اللي هو ديغ voilà الورب ديغ هادا ممكن انو يكون قبل الكلام وممكن يكون اوراه يعني على حساب طريقة الكلام voilà الليون اغرابند دي نفتحو لقيمة تو ماتو بلاسانت voilà احنا نغلقو لقيمة لانو القول انزاها احنا كمعلكم تشوفوا le verbe introducteur عندنا le verbe غرابند احنا مصرف le passé composé احنا احنا ورا le verbe introducteur هادا نحطو لدو point لانو احنا احنا ندير دو point نفتحو لقيمة كمعش شفو في المثال هادا le verbe جانا ورا القول يعني ما استعملناش لدو point هادو احنا احنا ال verbe introducteur جانا في اول الجملة donc نحطو لدو نفتحو لقيمة جسper كمعش بيان كلا هادو يعني le verbe هاد le sign de ponctuation استعملوهم مثلا في الوضعيات الادماجية او لما يغطيكم مثلا افعال يعني le verbe introducteur de parole ومنوراهم لازم عليكم تحطو هاد علامات الوقف شفنا كذلك اعزائي التلاميذ درس les valeurs du present de lindicatif هذا الدرس كذلك مهم جدا يمكن انه مثلا في الفرد او الاختبار يعطيك جملة بيقول لك او يطلب منك انك تستخرج la valeur du present de lindicatif هنا عندنا 4 حالات ستبعو معي ويشتعرفوهم رح première عندنا le present de lindicatif هذا le present de lindicatif لحين نستعملوه كون حادث واقع في الحين انه او 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 يعني حادث واقع في هدك الوقت بعد voilà هدك نسميوه le present de lindicatif عندنا par exemple دوزيما le present de narration morale دعنيا عندنا le present dhabitude هذا le present dhabitude نستعملوه كيكون الفعل متكرر يعني كل يوم مثلا او في نفس الوقت كل يوم عندنا par exemple chaque matin و tous les jours tous les matins كي تلقوا هذه واحدة من هدو يعني اشاك فوا نعود نفس الحادث هي نسميوها lhabitude lhabitude هي العادة العادة المتكررة نسميوه le present dhabitude par exemple شاك matins je me lev a 7 heures voilà يعني شاك matin كل صباح انا اشيقظ على السابعة صباحا هدو كل حادث راهو يتعود كل يوم ونسميوه le present dhabitude voilà جسper كي سي بي كلا حين نتقلو كذلك عندنا le present de l'indicatif هدو كذلك شفنا في درس la يعني كما نعرفو هي تنقسم إلى 3 مجموعات يعني on a 3 group de verbes شاك group عندها les terminaisons تح وعندها طريقة التصريف تبعوا معايا le verbe du premier groupe عندنا فعلا المجموعة الاولى هي دائما تنتهي بال er كيف نصرف في le présent de l'indicatif عندنا le radical يعني le radical تع le verbe ليوا l'infinitif sans er plus les terminaisons نواز لحبات اعتدر لحبات البرمي group يعني نحكم ملو radical تعو ونضي فولو هد les terminaisons عندنا e es e o n s ez ent هد les terminaisons لازم عليكم سحب دو رم par كور يعني بش سفح مو درس لحب لازم les terminaisons يسحب هذا فيما يخص أفعل المجموعة الأولى عندنا les verbes du deuxième groupe c'est le radical ليوا l'infinitif sans er plus les terminaisons is 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 it i 2 s o n s i 2 s ez i 2 s ent هذا فيما يخص أفعل المجموعة الثانية رح نعطيكم أمثلة عالصن يعني بش تبقوا عليها عندنا les verbes du troisième groupe il existe 3 terminaisons possibles يعني أفعل المجموعة الثانية دائما في كل الأزمنة في التصريف عندها مشكل لأنه هاد الأفعال هي أفعال متغيرة ce sont des verbes irreguliers يعني ما عندهم ش قاعدة واحدة تحكم هم donc الحل سحمل وحيد أنكم تحفظوا كل فعل كيف يتصرف عندنا les terminaisons possibles عندنا s s t o n s e z e ent par exemple partir je par tu pars par el نو مانجان هادي لأ اندفوها ورالجي باش من قرابهاش مانجان لأنو لالجي كي كونو راها او تقراب جو دانك لازم نحطو معاها لأ هادي باش نقرابها مانجان vous mangez از الوال مانج انت اندنا لنه كان على الاسي فرمثوها شخصا مالر هادي لأ ها؟ 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 نحيو اير هادي من دفو لترمنزان هادي لابلون احما جو فنی اس دو فنی اس الوال فنی ات نو فنیسا اي دوز اس انس وفنسي وز 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 لدينا مثال يعني عن فعل المجموعة التالية لحوة prendre je prends tu prends s et l prend d nous prenons o n s vous prenez z l l pren e t voilà هذا فقط مثال على أفعل المجموعة الثالثة حاولوا أنكم يعني تشوفوا les verbes اللي تستعملوهم بزاف وحاولوا تحفظوا le terminisant tacham أو طريقة التصرف هذا فيما يخص أحبتي درس le présent de l'indicatif j'espère que c'est bien clair يعني كما عليكم تشوفوا هذا الدرس كل عام يتعود معنا يعني من المفرض أنكم تكونوا تعرفوه مواصل هنا يبقى درس يعني درس الأخير في هذه سيقنس شوفنا les adverbs de manière les adverbs voilà les adverbs de manière se forment souvent à partir de l'adjectif qualificatif يعني فعل أو les adverbs de manière هادو كيف شرحين تحصلوا عليهم ديما نديروهم انتلاقل من l'adjectif qualificatif ولا تبعوا معايا عندنا ثلاث حالات لازم عليكم تعرفوهم اللي حد ولازم تعرفو ديروا الفرق بين هادو ركزوا معايا عندنا الحالة الأولى عندنا les adjectifs يعني les adjectifs en general on may l'adjectif au féminin et on ajoute man يعني كيف شنتحصلوا على الادverb من l'adjectif نحكم l'adjectif نرجعوها في l'féminin يعني l'adjectif تكون masculin نرجعوها في l'féminin ومبعد نضيفولها m e n t voilà هادي القاعدة العامة voilà عندنا l'example اللي هنا l'an يعني بطئ l'ant بطئ شوفوا اللي هنا هاده masculin هاده féminin زدنا لها e l'adverb بتاح هو l'ant man voilà نخلي l'adjectif تعل féminin ونضيفولها man هادي هنا عندنا دوزام اexample joli joli joliman joli masculin joli féminin joliman خلينا l'féminin كما راه وضفنا لها m e n t هاده بالنسبة للقاعدة العامة عندنا هونك حالات عندنا دوزام l'adjectif en a n يعني عندنا دوزادjectif يخلصوا بال a n t كيف اش ندير لهم les adverb سترمين en a de z m e n voilà كيف تكون l'adjectif تخلص بال a n t نحيو a n t هادي ونحطو في بلاستها هادي voilà نحيو a n t ترى adjectif ونحطو في بلاستها هادي باش نتحصلو على لات verb بتاح exemple elegant شوفوا elegant هادي راه تخلص بال a n t ركزو معا يملح a n t هادي نحيو تبقى نحيو هادي وندفول ها أما إلي غاما كوران كوران هادي adjectif تخلص بال a n t نحيو ها نحيو a n ت وندفول ها أما كوران م يسper كو سي بيان كلا ركزو فقط معا عندنا الحالة التالية les adjectifs en ent عندنا quelques adjectifs في خلصو بال ent les adverbes se terminent en امان ا دزام ent exemple prudent prudement لكن يستخدم prudement ولكن نتقوها prudemment ركزو مليح هادي prudent نحيو ent وندفول ا دزام ent نتحسلو على الادverbe تحا و هادي نقراوها prud prudemment voilà يستخدم prudemment ولكن تقرأ prudemment ريسان ريسام ريسام ريسان كذلك يعني نفس الحالة نحيو لها ent وندفول لها وندفول هادو يعني نتحسلو على الادverbe كل سهولة اه ولا عندنا كالكوز اكسبسيون يعني بعض الاستثناءات هادو يعني ما نتبقوش عليهم القاعدة القاعدة الاخيرة هادو او انت ولكن يعطيك واحدة من هادو ويقول لك استخرج لي الادverbe منها هادو حالات خاصة نجم عليكم تحفظوهم وتنتبهوا لهم جيدا نتمنى يكون شرح واضح يعني ما هيش حاجة صعيبة بزف الادverbe كيف شرح نديروه نحوص على الاجكتيف الاجكتيف نشوفوها كيف مكتوبة لكن عادة اجكتيف عادية نديفولها هاد نحولولها لالفمنا ومخبر نديفولها م انت إذا كان الاجكتيف تخلاس بالانت نحو انت ونديفو انت إذا كان الاجكتيف تخلاس بالنت نحو انت ونديفو انت سوف London London c'est un cas exceptionnel voilà يبقى هنا اخيرا يعني كيفاش نكسبو حوار بين شخصيات القصة أو العفاب في القناة توجد العديد من الوضعيات الإدماجية خاصة بهذا الموضوع يعني كيفاش تكسبو حوار وكيفاش تكسبو الحوار وهي شرح واضح وشرح سهل لهذا الموضوع هنا أحبت أن نكون أنهيت مراجعة الوحدة الأولى يعني راجعناها وهذا هي المفروض أنها تكون في الفرد ولكن بما أنه تلاميذ يعني كل واحده نراه هو واصل في الدروس رح يكون جزء ثاني بحول الله جزء الأول شفنا على المراجع سيكنس جزء هذا إن شاء الله رح ينشوفوه على دوزيان سيكنس اللي شفنا فيها موضوع la bande dessinée تبعوا معايا أول درس شفناه هو lelexique de la bande dessinée lelexique de la bande dessinée معنتها يعني كل ما يتعلق بالقصة المصورة la bande dessinée هي رمزنا لها بالرمزة BD تبعوا معايا رح ينشوفو مكونات la BD لازم عليكم تحفظوهم يعني تحفظو اسم كل قطعة منها لأنه محتمل في الفرد أو الاختبار يعطيكم يعني من بيدي فرغة ويقول لكم سميولي الأجزاء تبعوا معايا مليح هنا كما لكم تلاحظو رح ينرجعوا للكتاب يعني هنا عندنا مثال رح واضح ويعني شرح سعو جيد نتبعوا عليه عندنا هادي هي la bande dessinée يعني القصة المصورة يعني هادي كامل وعلى هادي الإطار والشي اللي فيه من داخل دونك أول حاجة نعرفوها هي la planche و une planche une planche هي هادي الإطار الكبير هادي اللي باللون الأزرق اللي فيه كل المكونات نسميها une planche شوفوا لا فلاش هادي وين رأي هادي هنا هادي une planche عندنا كذلك الكارتوش وان كارتوش هي هادي العبارة اللي دائما ما تكون عبارة الراوي أو الشخص الذي يحكي القصة ولا نقدر نقوله عليها مقدمة صغيرة للأحداث كما شفنا لحنا نليفعي لطورتو يسكوت يفون أمباري هادي نسميها إن كارتوش ركزو معا يملي هادي اللي في الأول سميها إن كارتوش عندنا لحنا لابول دو بارول لابول دو بارول هي هادي الفقاة شوفوا الشكل تحاكي فشيكون يعني بايداوي هادي هادي نسميهم لابول دو بارول هادي اللي كونو هاكا الخطحهم يعني مستمر ويكون بايداوي نسميهم لابول دو بارول هنا عندنا آآ إني وينيات إني وينيات هي هاد المربع هنا كماراكم تشوفو عندنا آآ أربع مربعات بالا هادو لكاتر نسميهم لفنيات بالا شوفوا لا فلاش هنا هادي نسميها إني وينيات عندنا أسي لحنا لس بارول نعفو بالا لس بارول بارول هما الشخصيات عندنا هنا للابن وعندنا لطور شوفوا لفلاش هنا عندنا في الأرنب وهنا في الصلاحفات نسميهم لس لس عندنا كذلك البول دو 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 هادو يعني فقاعة الأحلام أو التفكير يعني هادي ست نبول دو غف لأنو الأرنب راهو نائم هادي نسميه فقاعة الحلم وهادي الصلاحفات هي مستقيدة نسميها لابول دو بانسي يعني فقاعة التفكير والشكل تحام يكون دائمين على شكل سحابة يعني الفرق بينها وبين هادي تاع لابول دو بانسي هو الشكل تحام تاع لابول دو بانسي يكون شكل تحام يعني بيضوي والخط يكون مستوي وإحنا الشكل تحام يكون على شكل سحاب voilà هادي هما لابول دو بانسي ود غير تبقى نالحنا يعني لابول الانصر الاخير هي هاد الفقاعة نشوف الشكل تحام زيج زيج ويكون في داخل ها يعني أصوات مثلا الصوت آي آ صوت زوت بوم يعني صوت سقوط أو الانفجار هادي شوف الشكل تحام كيف نسميها كما اذكرت لكم من قبل ممكن في الاختبار يعطيكم حاجة كما هادي ويقول لك سميلي هاد العناصر فقط نطلب منكم انكم تحفظوا هاد الاسماء تحفظوهم حافظوا جيد وتحفظوا كيف مكتوبين شوف نحن كذلك درت لتشيب دو فخاز يعني أنواع الجمل شوف نحن عندنا أربع أنواع لحظة معي أعزائي التلاميذ لما ندير الملخصات شوفوا كيف نسهل علينا المراجعة ويعني الدروس مش رح تكون مكتبة بزاف شوفوا الجدول هكا اللي خاصنا فيه الدرس نشوف مع الجدول هكا يجيني سهل ورح يعطيني يعني رغبة في المراجعة وما نخافش من المراجعة أول شي عندنا الفخاز والفخاز ديكلاغاتيو الفخاز ديكلاغاتيو هي الجملة الإخبارية يعني هي نستعملها للتصريح أو إعطاء معلومة يعني الأسد يتحدث مع الثالب وهنا دائما الفخاز ديكلاغاتيو تنتهي بنقطة نقطة نهاية وتبدأ بلدخ ماجسكول يعني يبدأ حرف كبير وتنتهي بنقطة ممكن جدا في الاختبار عفوا أو في الفرض يطلب منك أنك تستخرج واحدة من هذا الجمل يعني سواء فخاز ديكلاغاتيو وانديروغاتيو وامبراتيو وانفخاز اكسكلاماتيو هنا أنتك تعرف تدير الفرق بينتهم وتعرف العلامات تحتهم رح تستخرج ها بكل سهولة هنا عندنا la phrase interrogative اللي هي الجملة الاستفهمية interrogative هي استفهمية تنتهي بعلامة استفهمية Elle sert à poser une question ou demander une information يعني نستعمل على الترح سؤال أو لطلب معلومة example tu viens demain يعني هل تأتي غدا ودائما ما تنتهي بعلامة الاستفهم troisième عندنا لفخاز imperative الجملة الأمرية الجملة الأمرية دائما نلقوها تنتهي بالنقطة أو بعلامة التعجب يعني على حسب لفصن تعال القول تبع معايا باش ندير الفرق بين انتهم السر a doni un conseil ou un consigne يعني هي نستعمل في إعطاء الأوامر النصائح أو التوجيه exemple raconte moi une histoire هنا raconte moi une histoire يعني احكي لي قصة هنا انهي نها بالنقطة لأنه الطلب كان طلب عادي la façon de parler كان يعني عادية هنا عندنا يعني نوع ثاني sort dc sort dc وهنا قدرنا علامة تعجب لأنه اللي احنا كيقال له مثلا sort dc اخرج من هنا كان غاضب ولا وكان عنده يعني يعبر على إحساس الغضب على هذي حطينا له علامة التعجب هذا فيما يخص لفراز امبراطف وهي دائمان ما تبدأ بفعل أمر فعل أمر بار اخضر راكانت سور احنا راكانت احنا 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 هاد من سياغ من سياغ الكلام بأنها جملة أمرية تبقى في الأخير الجملة التعجبية وسميوها الفراز exclamative أو الإعجاب أو الدهشة أو الخوف يعني سميوها انفخاز exclamative وتنتهي دائما بعلامة التعجب هنا تبقى لنا ملاحظة الفرق بين كما تلاحظون هنا عندنا الأفخاز exclamative تنتهي بعلامة تعجب وعندنا الأفخاز imperative كذلك ممكن أنها تنتهي بعلامة تعجب كيفش ندير الفرق بين احنا الأفخاز imperative تبدأ بالفعل الفعل مصرف الامبراطيف والجملة التعجبية ما تبدأ بالفعل لاحظون هنا عندنا صغ وعندنا تمره واضح هذا imperative على خطر تبدأ بالفعل وهذا exclamative لأنها يعني تعبر عن إحساس ننتقل هنا إلى درس آخر وهو الفتور سيمبل هذا آخر درس في هذه سيقنس وهو زمن المستقبل يعني المستقبل بسيط راح نشوف كيفاش نصرف ورح نعطيكم أمثلة اتبعوا معايا مليح عندنا هنا طريقة تصريف الفتور السامبل يعني هي طريقة بسيطة راح تسهل عليكم شوفوا معايا عندنا الفتور السامبل عندنا فليفاغ بتاع برمير جروب وليفاغ بتاع دوزيم جروب يعني هاد القاعدة اللي راح المدهلكم نطبقوها فقط مع أفعال مجموعة الأولى وأفعال مجموعة الثانية عندنا اكزامبل لذارب فيزيتي عفوا عندنا لذارب فيزيتي كيفاش راح نصرفوه في الفتور السامبل نخليو كما راهو يعني في الفينيتيف كما شفنا أفعال المجموعة الأولى تخلص بال ER نخليوه كما هو في الفينيتيف نضيفوه AI AS A ONS EZ ONT يعني هاد لترمنزان راح نضيفوهم لverب فيزيتي بار اكزامبل عفون مع ج تويلي ج فيزيتي هنا فقط نضيفو AI voilà بعد راح نعطيكم مثال آخر يعني باش نوضحو أكتر عندنا لverب ج دوزيام جروب بار اكزامبل لverب فنير نخليوه كما هو ونضيفوه AI AS A ONS EZ ONT هاد القاعدة كما تكرت من قبل فقط نطبقوها على لverب ج برمي جروب و لverب ج دوزيام جروب فيما يخص لverب ج تخوز ج هادو ما عندهم ش قاعدة دائما أفعل المجموعة الثالثة هادو مدارينا مشكل فلا كونجوريزان يعني لازم عليكم تعرفو كيفاش تصرفو كل فعل واحدو هنا عندي أمثلة يعني باش نطبقو عليهم وهاد الأمثلة راح ينتبقو على باقي الأفعال باركزامبل عندنا لverب دو مانده ستن فارب دو برمي جروب شوفو كيفاش يخلص ار لاحضم عيال لحنا دو مانده خليناها كيما راهي وضفنا لها لترمي كيما تكرس لكم في القاعد عندنا جو دمانده تُّ دمانده إل أل دمانده نو دمانده نو دمانده نو دمانده نو دمانده نو دمانده إل أل دمانده لحنا سمعي يخلينا لفعل كيما راهو في الانفنطف وضفنا لها هادو لترمي لبلو الاحمر كذلك بنسبال لفعل فنير c'est un verbe دمانده 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 كيما هو وندفول لترمي نزل هادو جو فنيري تُّ فنيرا إلو أل فنيرا نو فنيران وفنيري إلو أل فنيران هنا عندنا نموذجين من أفعل المجموعة الثالثة يعني تحط الثالثة ثالثة هو البرب فر و البرب پرند هنا ملاحظة تعمت أني ندير فار وفنير قدام بعضاهم لأنه مرة في التعليق تلميذة قالت لي أستاذة راكي غلطي في الفرب فنير يعني يتصرف كما حكا نقولك يا حبيبتي لالا رجعي معلوماتك وتأكديم ليح أنه الفار ستنفار دو تروزيام غروب والفار فنير ستنفار دوزيام غروب هو يعني ممكن أن التلميذ يخطأ ولكن لازم عليكم تركزوا جيدا انشوفوا فار كيفاشي السرف جفري تفر إلو أل فرى نو فران vous فران إلو أل فران لاحظو معايا اللحنا بسك لراديكال تعال الفعل فر يتبدل كمpletمان هذا هو لراديكال ف واندفولو لترميذان تعال الفتور يعني أفعال مجموعة تالتة لازم نعرفو لراديكال تعال الفعل واندفولو هاد لترميذان اللي باللون الأحمر شوفوا في درس لفتور سمبل يعني اللي درناه معا بعد خليتلكم في آخر الفيديو مجموعة من النماذج تعال لرب تعال troisième غروب لراديكال تعال الفعل عندنا كذلك نموذج عن هاد الفعل هو prendre ج prender tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez il elle prendra عندنا لراديكال تعال لرب prendre هو prend avec un د voilà j'espère que c'est bien clair كذلك لازم اللينا نعرف دائما تصرف لزوكس 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 اتر اي اوار لحضو ما اتر ج سري تس سرا إلو أل سرا نو سران وو سري إلو أل سران هنا لراديكال تعال اتر هو س او س هو لراديكال عندنا اوار ج aur tu aura إلو أل aura نو زوران vous زور إلو أل زوران هنا كذلك لراديكال تعال هو او voilà ا ا شفتو معي اللعنا لأنه اتر او هما نسنفو من فعل المجموعة الثالثة كيف اشرا هم يتبدلو في فتور يعني نحطو لراديكال وندفولو لترمي الثالثة جسبر ك سيد او في هاد الدرس كذلك شفنا quelques verbs particuliers en فتور simple احسد 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 اعزائي التلاميذ اليوم معلم بليش عندي مشكلة في صوتي المهم تب معايا كما قلت لكم شفنا كالك verbs بارت كلي يعني افعال خاصة عندها تصريف خاص في الفتور simple بأكزمبل عندنا لverbe اللي خلصوا بال y e r y e r كم لverbe essayez y هده كنجون نصرفو لفعل في الفتور simple نحاولوها l y يعني y نرجعوها i بار اعزمple ج سييري سييري هده هنا ينحيو لأ هده ونديرو لأكسن انو لدو وين متلاقا وشمع بعدهم تسييرا ilو الا سييرا نو زي سييران vous زي سيير il elle سييران لاحظو معايا essayez هده كما ذكرنا مقبل في القاعدة نخليوه كما راه فقط نبدلو لأ y هده نحطو في بلا ستها i ونكملو لترمي هده عندنا كذلك لverbe pouvoir عفو pouvoir وكذلك لverbe courir يعني كالك verbe كي جمسار فورا في لفتور لأ ر سييران سييران دوبلي voilà ندوب لأ ر بار اقضل ج pour ت pour الو ال pour نو pour نو الو ال ال pour عندنا كذلك حالة لأفعال لتخلص ب ت ر ت ر كي جمسار فورا في لفتور رح نديرو دوبلي ت voilà ج ت لحضو معي لحنا خلينا الفعل كما هو فقط ضفنا الو النوت ت ووالا عندنا دوبلي ت عفو فقط خطأ مطبعي tu جاترا الو جاترا نو جاترا vous جاترا الو ال جاترا لحضو معي باللي ضعفنا فقط لت كذلك شوفنا مجموعة مجموعة الافعال اللي تخلص بال ل l e r في التصريف تعالي الفتور رحين نديرو double l رحين ضعفو لها l l جاترا لحضو معي الهنا كذلك ضعفنا ال ل عندنا هنا استثناء لهاد القاعدة تسا لذي لذي خلصوا بالت و لذي خلصوا بال l e r هنا استثناء يعني صوف هاد الافعال احنا نصرفوهم معادي ما نضعفوش الهنا ما نضعفوش الال وهنا ما نضعفوش ت وهنا كذلك ما نضعفوش لال بار اعجمو لذي لذي جالري رحضو معي ما ضعفناش الال بار نضعفنالو هنا لعقص جالري احنا كذلك لذي 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 اش ت يخلص بالت e r ولكن فالتصريف ماناش نضعفولو لت وفقط نضعفولو الاكسن لحنا قبل لت جاشاتور احنا فقط اعطيتكم معادي معجو يعني كم لتصريف عادي عندنا الورب بلي كذلك هو يخلص بالال ولكن ما نضعفولوش لال فقط نضعفو الاكسن كم لتصريف عادي جدا بهذا كون اعزائي التلاميذ وصلت لنهاية هذا الجزء للمراجعة تبقى لكم فقط الوضعيات الادماجية راحي موجودة في القناة يعني وضعت عدة امثلة مثلا قصة النملة والسرسور قصة يعني يعني هذو وضعيات الادماجية راحهم تقدروا تستعملوهم يعني فيهم الحوار وفيهم القصة المستخرجة من لابون دي سيني وضعت قدروا تستعملوهم يعني في الوحدتين معها بعد اتمنى التوفيق للجميع اترككم فيه لعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم